بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيد العجيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم وافئون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لم رسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرج من منكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بذر الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينفضون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومي من بعدي من رجود من السماء من رجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من لخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومعملة ويدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه مناجل حتى عادك الرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ مغلقهم فلا صليخ لهم ولا هم ينفضون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما ربقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أطعمه أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا المعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم نرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محظرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكفون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاغ اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوكم مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصقلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء نمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الحلقة أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وذيك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذل الله لهم فمنها غكوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من جون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم يندم مخضرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم نرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الإظام وهي رميم قل يهي الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجل أخضر نارا فإذا أنتم منه تؤقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يصلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون فسبحان الذي بيده ملك وتقول لشيء وإليه ترجعون